جانب السني نجعل المذهب الشيعي في المذهب الشيعي بالحقيقة فيه شوية انغلاق أكثر ولكن أيضا قد نجد بعض الأراء في هذا المجال كما دعا المحقق الشيعي السيد مرتضى العسكري لتوفى سنة 2005 دعا إلى اللامذهبية بصورة غير مباشرة وإنما قدم الحل للخروج من الأزمة الطائفية قال ما يلي وقال إن الوحدة الإسلامية تتحقق من خلال أمرين اثنين أولا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بهما في مجال الأحكام وتركي اجتهاد المجتهدين من صحابة وتابعين ومجتهدين أتوا بعدهم إذا كان طبعا خالف القرآن ثانيا عدم إثبات العصمة عن الخطأ وزلل لأي كان بعد رسول الله في رواية الحديث أنه هاي الحديث يمكن واحد يخطأ فيها يمكن واحد يكذب فيها يمكن واحد يشتبي فيها وإخضاع كل الثروة الحديثية سنية الشيعية يقصد يعني للفحص العلمي على ضوء ذلك وعدم تقليد السلف الصالح في استنباط الأحكام الشرعية عدم في الطريقة اتبعوها إحنا لسنا مضطرين أن نتبع نفس الطريقة ولا جراية الحديث هم وثقوا ناس جرحوا ناس عدلوا ناس إحنا نفس الشيء نقول كلامكم صحيح وبذلك يتحقق الوصول إلى معرفة الإسلام من الكتاب والسنة وتيسر ويتيسر توحد المسلمين حولها هذا في كتاب معالم المدرستين المطبوع في بيروت الدار العالمية سنة 1993 الطبعة الخامسة فإذن يعني إذا طبقنا هذا الشيء إحنا وبحرية بدأنا نجتهد ونفكر ونرجع إلى القرآن في كل مسألة خلافية من دون تعصب من دون ما نتمسك بالنظريات اللي أخذناها من أبعنا وأجدادنا أو من المجتمع ولكن عند الشيعة شوية كما قلت لكم يعني في بحاجة إلى تطوير هذه الفكرة الشيعة واللا مذهبية إذا كان للسنة أربعة مذاهب معروفة يريد البعض الخروج منها إلى اللا مذهبية فإن الشيعة اليوم للشيعة اليوم مذاهب متعددة كثيرة بكثرة المجتهدين لديهم ولكن الفارق بينهم وبين السنة أن تقليد هؤلاء المجتهدين عند الشيعة يعني ينحصر في حياتهم فإذا ماتوا سقط تقليدهم ومع ذلك فإن مفهوم التقليد تطور لدى الشيعة بصورة سلبية ابتدأ من مراجعة الرواة أو الفقهاء فيما يسمى بعصر الغيبة وسؤالهم عن المسائل الفقهية الحادثة بناء على حديث مروي عن الإمام المهدي الغائب أنهم وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا هذا يعني مراجعة الرواة مراجعة الفقهاء مسألة بسيطة وعادية ومعقولة يعني اتطور هذا الموقف إلى موقف أكثر سلبية يعني إلى الالتزام بفقه واحد مدى الحياة واحد يسموه انقلدة يعني ننوي ان تقليد فلان نأخذ كتاب ما لحتى يعرفون كيفية واحد يقلد لازم ينوي يعمل بهذا أو يبدأ العمل برسالته العمليا فيسموه قلدة بعد مين جزدين ينتقل واحد آخر ويعتقدون أنه هذا مثلا هو أعلى من ناس أخو الناس الألم يطور يجوا الناس أعلى من عنده بعدين ورا سنة ورا سنتين ورا عشر سنين يمكن واحد يبحث في موضوع معين يكون أعلى من غيره فما يجوز واحد في كل المسائل يقلد واحد شخص واحد وعدم استفتاء أي فقين آخر خلص هذا مرجعنا ننقلد بعد ما نسأل واحد ثاني وهذا يسبح التقليد المذموم لدى السنة وبالتالي فإن اللامذهبية عند الشيعة إذا أريد أن نطبق اللامذهبية عند الشيعة ماذا تعني تعني التحرر وكسر التقليد الدائم لفقين واحد ننقلد أيوة نسأل يعني من قلد التقليد أساسا حرام وقبيح ومذموم كما كان يقول مؤسس المذهب الاثنين عشر الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وعلماء ذلك زمان قبل ألف عام إنما نسأل نرجع للعلماء إذا واحد عنده ألم إذا شفنا فتفتوى عجيبة غريبة لأعطينا هذا العالم مخالفة للقرآن أو مخالفة للعقل أو مخالفة مديهيات الأمور نحاول ناكش نحاول نشوف علماء آخرين ماذا يقولون فمو خلاص نقول زبها برقبة عالم وطلع منها سالم لا ما يجوز فكسر التقليد الدائم لفقيه واحد والتحرم من عنده فهذه معناتها لا مذهبية ولكن تبقى اللامذهبية عند الشيعة بالنسبة للانفتاح على التراث السني يعني عندنا دائرتين عندنا دائرة في داخل الشيعة عندنا أنه صار تقليد واحد معين مدى الحياة إلا أن أنا أموت أو هو يموت هذا ليس صح فاللامذهبية داخل الشيعة يعني واحد يتحرر من التقليد الأعمى وما يقلد واحد يسأل العلماء كلهم يحاول يطلع على مختلف النظريات وعلى وجهة النظر ويفكر فيها ويأخذها ما يقلد واحد وأيضا الدائرة الثانية اللي بين الشيعة وبين السنة ولكن تبقى اللامذهبية عند الشيعة بالنسبة للانفتاح على التراث السني في بعض المسائل عند السنة أصعب منها عند السنة بالنسبة للتراث الشيعة وذلك لأن الشيعة يعتقدون أن الحق ينحصر في طريق أهل البيت والروايات الوردة عن أهل البيت فكل شيء ورد عنهم هو الصحيح وما ورد عن الآخرين هذا مصحيح أو خاطئ ولا يعترفون به ويشككون في تراث أهل السنة على العكس من أهل السنة الذين قد يقبلون بالتراث الشيعة كرافد من الروافد الحديثية والفقية المشابهة للمذاهب الأربعة الأخرى وإذا استطاع الشيعة كسر حاجة احتكار أهل البيت للصراط المستقيم أنهم صراط والآخرين أيضا علماء أتقياء ورعين وما في إشكال يعني ناخد من أدهم نحقق ما نقلدهم تقليد عما ولكن في مسألة معينة قد يكون في فكرة معينة ولا سيما في موضوع الإمامة الإلهية والولاية الدينية لأهل البيت أنه هناك ولاية لأهل البيت لإمام الباقر والصادق بالذات قولهم حجة أو لا قولهم ليس بحجة يجوز الاجتهاد لو ما يجوز الاجتهاد وهكذا في مسائل عديدة فإن نظرتهم إلى بقية المذاهب السنية إذا شيع كسروا هذا الحاجز بالحقيقة وقالوا أنه كلهم علماء ونشوف نشوف أراءهم نشوف أفكارهم نشوف نظرياتهم ونسألهم عن هاي النظرية صحيحة أو غير صحيحة إذا قمنا بذلك فإن نظرتهم إلى بقية المذاهب السنية سوف تعتدل ويصبح بإمكانهم توسيع إطار اللامذهبية من التحرر من المجتهدين والفقهاء الشيعة إلى إطار الفقهاء من أهل السنة وفي الحقيقة لم تبقى حينها أي مشكلة رئيسية بين السنة والشيعة حيث يغدو التشيع مذهبا من المذاهب الإسلامية يحترمها ويسمح بالأخذ منها بالطبع ستكون الشورى على رأس المسائل التي أخذها الشيعة من السنة وقد فعلوا يعني الشيعة الآن عملانهم يعملون باللا مذهبية يعني إقامة الدولة في عصر الغيبة الشيعة الإمامية كان يقولون لا يجوز ألف سنة يقولون لا يجوز إلى وقت قريب جدا قبل خمسين سنة عندما جاء الإمام الخميني وطرح نظرية ولاة الفقه وهذه أيضا نظرية ولاة الفقه قال بها الإمام الجويني في القرن الخامس الهجري قال إذا ما عندنا إمام فنشوف إلا واحد عالم فقه وعادل ونتبعه ونسوي إمام علينا فالشيعة وبالتالي اتفقوا والشيعة والشيعة والسنة على الأخذ بالشورى نظام الشورى يعني نظام الانتخابات يعني نظام الديمقراطي فالشيعة منفتحون ومنفتحوا يمكن بعض القوى الشيائية لا تزال مصر على بعض الأفكار الزيدية ممكن الزيدية أيضا تطوروا إلى الأخذ بالنظام الديمقراطي وقعوا على الدستور اللي سووا بالتسعينات واتفقوا وهناك يمكن بعض الزيدية لا يزال يعتقد بأن الحكم والإمامة يعني محصورة في البيت الهاشمي وهؤلاء قلة في اليمن وقلة عند زيدية وأعتقد عموم الزيدية يؤمنون بالديمقراطية والانتخابات ويبقوا الإسماعيلية مثلا شوية منغلقين على أنفسهم وعدم أئمة مستمرين عليهم ويتوارثون الإمامة ولو هم يعني يعتقدون الإمامة الآن أصبحت إمامة روحية فقط وليست إمامة سياسية يؤمنون بالنظام الديمقراطية أيضا يعني بحاجة إلى سواء كان الواحد من أدنى سني ولا شيعي زيدي ولا إسماعيلي ولا إثنى عشري ولا سلفي أيضا المشايخ السلفية أدن فتاوى بطاعة الحاكم الظالم الفاسق والخضوع له مهما فعل مهما ضرب جلدك وضرب ظهرك وأخذ مالك هذه أحاديث غير معقولة وغير صحيحة حتى لو واحد كان سلفي مثلا يريد أن يكون لا مذهبيا ويعود للقرآن يجد أن هذه الأحاديث متناقضة مع القرآن وبالتالي لا يصح الأخر بها فلا نتعصب لأننا ولدنا مثلا في مذهب معين نتعصب لكل ما يوجد في هذا المذهب من فتاوى ومن نظريات ومن أحكام فقهية لا حاول نشوف هذا المذهب الشيعي ماذا يقول المذهب السني ماذا يقول المذهب الاباضي ماذا يقول ونأخذ النظرية لنشوفها أقرب إلى القرآن والعقل والمصالح العامة هذا خلاص لما نشرته في كتابي هذا لماذا تفرق المسلمون الحقيقة والوهم في الخلاف الطائفي